اليوم جولدمن سيكس البنك الاستثماري الامريكي اعلن عن ارباح اقل بكثير من التوقعات نتيجة التسويع والغرامات التي دفعها البنك الى الحكومة الامريكية والادارة الامريكية في قضية الاحتيال على العملاء وايضا الضرائب التي دفعها في بريطانيا على مخصصات كبار الموظفين في البنك عيد البنك انخفض الى 917 مليون دولار مقارنة بمليار وربعمائة مليون دولار في اروبا الاول من العام الماضي معدل بدء في انشاء المنازل في الولايات المتحدة الخفضة في يونيو بنسبة كبيرة اكبر من التوقعات نتيجة احجام الشركات عن البناء تخوفا من اثار حشاشة عملية تعافية الاقتصاد الامريكي على سوق الاسكان الحكومة الامريكية ايضا اعلنت ان 51.151 شخص تم تعديل شروط اقود القروض العقارية لهم في شهر يونيو اما يونيتد ايرلاينز فاعلنت عن تحقيق ارباح لأول مرة منذ روبا الاول من عام 2007 هذه المواطيات اثرت سلبا على الاسهم الامريكية المشارات الرئيسية كلها منخفضة بتأثير القلق تجاه سوق الاسكان ونزع اعمال المؤسسات التي اعلانت في اليوم مواشر داوجونز الاسهم الصناعية منخفض 0.7% مواشر ناس داك منخفض صفر عفوا استاندرد انبورد 500 العام منخفض بالنسبة 0.4% وهو المواشر الذي يضم عدد كبير من اسهم البنوك اما مواشر ناس داك منخفض بالنسبة 0.8% ناس داك لاسهم التكنولوجيا سعر بترول مرتفع اليوم 73 سنت لبرميل الخام الخفيف في برصة نيورك للسلع السعر 77 دولار و 27 سنت سعر اوقية الذهب مرتفع ايضا 9 دولارات الى 1190 دولار للأوقية في اسيا ارتفعت اسعار الاسهم في معظم الاسواق تفاؤلا بان الحكومة الصينية سوف تقوم بتخفيف القيود على الاعتمان في برصة شنغهاي انها المؤشر تعملت اليوم الارتفاع بنسبة 2.1% في برصة هونج كونج ارتفع مواشر هانج سينج بنسبة 0.8% وكانت الارتفاعات في هونج كونج بقيادة اسم الشركات الصينية وشركات الفحم في برصة توكيو اغلق مواشر نيكي على انخفاض بنسبة 1.1% في اول يوم للتداول بعد عطلة استمرت ثلاثة ايام في اوروبا انخفضت مواشرات اسواق المال الرئيسية للجلسة الخامسة على التوالي ووصلت الى ادنى مستوياتها في اسبوعين نتيجة التأثير السلبي لنتاج اعمال بنك جولدمن ساكس وايضا نتاج اعمال اي بي ام الكمبيوتر مواشرات الاسواق الرئيسية في لندن وفرانكفورت وباريس ونخفضها حتى الان بنسبة تراوح بين 0.9% الى 1% بهذا تنتهي الانباء الاقتصادية في هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من ناس داك من التايم سكوير في نيويورك شكرا لكم